موسيقى مرحبا بكم في برنامج الطبعة الأخيرة طغى اسم إيران على أغلب عناوين الصحافة الدولية فيما يخص أخبار الشرق الأوسط وما بعد الشرق الأوسط كما تم إدانة نشاطاتها في المنطقة من أكثر من دولة في اجتماع القمة السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي وخاصة ما جاء في كلمة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بهذا الخصوص سنتناول في القسم الأول من الحلقة ثلاثة مواضيع لها علاقة بسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران وقراءات لما سيكون عليه شكل التصعيد بينهما في الأيام القادمة أما القسم الثاني فسنخصصه لموضوع واحد كالعادة وموضوع اليوم اخترناه من صحيفة المونيتر وتقرير نشير مؤخرا يتناول تطورا خطيرا في المشهد السياسي العراقي وهو دعوة فصائل الحجد الشعبي في البصرة إلى تشكيل قوات شعبية تطوعية على غرار قوات الباسيج في إيران إليكم العناوين مأحد واشنطن طريقة واشنطن الأمثلة لمعاقبة الفصائل المدعومة من إيران في العراق واشنطن بوست أمريكا وإيران تتنافسان على تشكيل حكومة العراق وكلتاهما تفشلان بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ترامب يستهدف إيران المونيتر هل ستتحول قوات الحجد الشعبي إلى باسيج عراقي؟ وللحديث عن هذه المحاور ينضم إلينا من واشنطن المستشار في مركز المعلومات الدفاعية السيد لورنس كورب فأهلا به ضيفا معنا في حلقة هذا الأسبوع سعيد بوجودي معكم في التاسع عشر من إيلول ناقش مجلس النواب الأمريكي قانون العقوبات على التنظيمات الإرهابية الوكيلة لإيران القانون يدعو إلى فرض عقوبات على اثنتين من الميليشيات العراقية الخاضعة لسيطرة إيران هي عصائب أهل الحق وحركة حزب الله النجباء وفي حال إقرار سيتطلب التشريع وأيضا احتفاظ وزارة الخارجية الأمريكية بقائمة علنية للجماعات المسلحة التي يمولها الحرس الثوري الإيراني أو تلك التي تخضع لسيطرته أو نفوذه ويأتي مشروع القانون في أعقاب التحذير الذي وجهه البيت الأبيض إلى طهران في الحادي عشر من إيلول بشأن كبح جماح ميليشياتها التي تعمل بالوكالة إثر تعرض المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق لضربات صاروخية متعاقبة بعد ساعات قليلة من قيام المتظاهرين بإحراق القنصلية الإيرانية في البصرة معهد واشنطن نشر في منتصف الشهر الماضي مقالا يقترح فيه على واشنطن أفضل الطرق لمعاقبة تلك الفصائل معاقبة عصائب أهل الحق وحركة حزب الله نجباء أمر نأم برر قانونيا إلا أن توقيت أي خطوة من هذا القبيل شيء بلغ الأهمية من أجل تحقيق أقصى قدر من التأثير المنشود وتقليل من قدرة طهران على استغلال رد الفعل العراقي وفي حال إقرار مسروع قانون العقوبات على تنظيمات الإرهابية الوكيلة لإيران يجب على إدارة ترامب أن تضبط بعناية آلية فرض العقوبات على المجامع والأفراد وأن تنصق عن كثب الجهود الأمريكية مع الحكومة العراقية المقبلة مستر كورو العصائب والنجباء جزء من الحكومة العراقية لديهم مقاعد في البرلمان كيف ستعاقبهم الولايات المتحدة؟ أعتقد أن الإدارة الأمريكية عليها أن تنتظر إلى أن تكون هناك حكومة عراقية جديدة الآن هناك رئيس وزراء مكلف وأيضا هناك رئيس جديد ورئيس الوزراء أمامه ثلاثين يوما لتشكيل الحكومة لو أردنا معاقبة هاتين المجموعتين يمكن أن يكون هناك رد فعل سلبي وشخص مثل الصدر لن يدعم الحكومة التي يتم اختيارها أو وزير أو رئيس الوزراء الذي اختاره الرئيس رئيس الجمهورية معهد واشنطن يبدو أنه يقول علينا أن نفرض عقوبات على بعض التنظيمات وإذا حدث هذا فيكون منطقيا رأيي علينا أن ننتظر إلى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة لأن من الصعب الوصول إلى حكومة جديدة تحظى بدعم أغلبية أعضاء البرلمان طيب فلنأخذ الموضوع من جهة أخرى ماذا لو نظرت إيران للعقوبات الأمريكية على هذه الجماعات كونه تحدي لها في العراق كيف من الممكن أن تتصرف طهران أن يكون رد فعلها على هذه العقوبات برأيك أعتقد أنهم ربما يستخدمون هذا كعذر لما كانوا يفعلونه بالفعل عندما الولايات المتحدة وحلفاؤها أطاحوا بالحكومة العراقية حكومة صدام حسين إيران كان لها نفوذ في العراق والسؤال إلى أي مدى عندما جاءت داعش إلى العراق إيران كانت جزءا من التحالف الذي حاربها حارب داعش ولا يزال لديها إيران نفوذ على الناس السيد المالكي ومجموعته وأيضا عصائب أهل الحق أعتقد تريد أو فازت بثلاثة عشر مقعدا السؤال ليس العدد في بعض الحالات هم بالغوا في لعب أوراقهم ورأينا ما حدث في البصرة بعد الهجوم على القنصلية الأمريكية الناس هناك هاجموا القنصلية الإيرانية أيضا طيب صحيفة الاندبندن نشرت السبت الماضي مقالا للكاتب المختص في شؤون الشرق الأوسط باتريك كوكبيرن يقول فيه أن الدلائل والأحداث الحالية تشير إلى ما هي المواجهات القادمة في الشرق الأوسط ويوضح الكاتب أن الوضع الحالي في المنطقة يشهد تراجع تنظيم الدولة الإسلامية كما أصبح نظام الأسد أكثر استقرارا في السلطة وأن الحكومة العراقية أصبحت الآن آمنة نسبيا من خطر التنظيمات الإرهابية إلا أن هذه الأزمات حسب الكاتب أصبحت تستبدل بأخرى ويرجح أن تشتعل في الأشهر القادمة وبلاعبين آخرين ويضيف كوكبيرن أن التصريحات الأمريكية ضد إيران يمكن أن نعتبرها التقليد المعتاد لحملات ما قبل أي تصعيد أمريكي في الخارج خاصة في الشرق الأوسط حيث التركيز على أخطاء العدو والتقليل من شأنه في الوقت نفسه وكذلك زيادة الاهتمام بجماعات المعارضة التي ترحب بالتدخل الأمريكي وهذا ما حدث تماما مع جماعات المعارضة العراقية التي كانت تتحايل على واشنطن لإسقاط نظام صدام يرى الرئيس الأمريكي ترامب وإدارته أن كل مشكلة في الشرق الأوسط تقف وراءها أيداً إيرانية كان هذا واضحاً في خطابه قبل أسبوعاً في الأمم المتحدة إذ ركز على دور الإيراني بشكل كبير مضيفاً سيكون هناك ثمن كبير تدفعه إيران إذا وقفت في وجه الولايات المتحدة الوضع الآن يشبه الوقائع التاريخية للأحداث التي تسبق التدخل العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط حيث أن السعودية والإمارات وإسرائيل يدفعون الولايات المتحدة لخوض الحرب ضد إيران دون أن يكون لديهم أي استعداد لخوضها بأنفسهم مستر كورب، هل من الممكن أن تنجح مساعي السعودية والإمارات وإسرائيل بدفع الولايات المتحدة لخوض الحرب ضد إيران؟ هل سترضخ الولايات المتحدة أخيراً لضغوط هذه الدول وتذهب للمعركة؟ أعتقد أن علينا توخي الحذر أعتقد أن كاتب المقال محق في الإشارة إلى أننا لا نريد أن نبالغ في تهديد إيران كما بالغنا في تهديد العراق أو في التهديد القادم من العراق وقمنا بالإطاحة بصدام وخلقنا عقد من الفوضى في البلاد وهذا سمح لأشياء أخرى مثل داعش أن تنتعش فكرة أن إيران هي تهديد وجودي للولايات المتحدة وأن علينا القيام بعمل عسكري أعتقد أن هذه فكرة غبية لا يوجد شك في حقيقة أن السعوديين والإسرائيليين والإماراتيين قلقين بشأن إيران ولكن حقيقة الأمر أن إيران يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة ولكنها لن تسيطر عليها ثم إيران تواجه مشاكلها الآن هناك مشكلة النقد الإيراني والناس في وضع سيء وغير سعداء ورأينا الهجوم على العرض العسكري قبل أسبوعين من جانب مجموعة من الناس غير الراضين عن الوضع في إيران إذن لو أردنا ممارسة الصبر الإستراتيجي بدلا من التورط في نزاع عسكري آخر طيب في العراق الآن يأخذ المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون أدوارا صريحة وبشكل غير عادي في محاولة التأثير على تركيبة الحكومة العراقية الجديدة فمنذ إجراء الانتخابات في أيار الماضي تنافس مبعوث البيت الأبيض بريت مكورك مع الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من أجل حجد الدعم لمرشحيهما لرئاسة البرلماني والجمهورية والوزراء أمضى مكورك وسليماني معظم الأشهر القليلة الماضية في لقاءات مع سياسيين متنفذين شيعة وسنة وأكراد لبناء أغلبية برلمانية لكن حتى الآن لم يصل أي من الجانبين إلى نتيجة مشجعة أو بالأحرى فأن كليهما فشل في وضع حلفائهما في مناصب متقدمة صحيفة الواشنطن بوست ناقشت هذا الموضوع الشائك في تقرير كتبه محررها ثامر جوباشي ونشر في الخامس والعشرين من الشهر الماضي رؤساء الوزراء العراقيين الذين تلوا سقوط صدام حسين تم الاتفاق عليه مسبقا من قبل كل من الولايات المتحدة وإيران لكن في هذا العام لم يتمكن مسؤول الطرفين من العثور على موطئ قدم لهم في تشكيل حكومة العراق القادمة المشهد السياسي العراقي يشهد الآن واحدا من أسوأ أحواله بسبب الغضب الشعبي تجاه عدم كفاءة الحكومات المتعاقبة وما يزيد الأزمة سوءا هو تأثير الخطاب العضواني بين واشنطن وطهران على العملية السياسية مستر كورب طبعا هذه المقالة تثير تساؤلات كبيرة يعني تذكر الواشنطن بوست أن رؤساء الوزراء العراقيين الذين تلوا سقوط صدام حسين تم الاتفاق عليهم مسبقا من قبل كل من الولايات المتحدة وإيران التساؤلات هنا وعلى لسان الناس أين الديمقراطية إذن؟ أين أصوات الناس؟ ما الفائدة من صناديق الاقتراع إذا كان رئيس الوزراء يتم بالاتفاق؟ أنا أتفق مع هذا حقيقة الأمر هي أن المسألة تبدو حاليا أن هناك مرشح السيد العبادي الذي لم يحظى بدعم من الولايات المتحدة أو إيران الولايات المتحدة أرادت رئيس الوزراء الحالي لعبادي أن يبقى والإيرانيون أرادوا المالكي أن يعود وهذه لم تنجح وهذا شيء جيد لديمقراطية في العراق حقيقة أن هناك شخصية كردية معتدلة السيد صالح عين كرئيس ثم مرشح خدمة في مجلس زراء المالكي والإعبادي والآن لديه ثلاثين يوما لتشكيل الحكومة هذا جيد على المدى الطويل لأن شعب العراق يريد اتخاذ قراراته بنفسه ولا يريد أن يرى أنه أدا في يد أمريكا أو إيران طيب تذكر المقالة جاء في المقالة لم يتمكن مسؤولو الطرفين من العثور على موطئ قدم لهم في تشكيل حكومة العراق القادمة برأيك هل هذا بسبب قوة السياسين العراقيين واستقلالهم الكامل من الاعتماد على آخر أم ماذا؟ أعتقد أن هذا يؤشر إلى حقيقة أن العراق كان دولة عظيمة وكان مستقلا لفترة طويلة وأنه يريد أن يطلع بمستقبله أمريكا وحلفاؤها تدخلوا وأطاحوا بصدام ومنذ ذلك الوقت كان لدينا نفوذ وكذلك إيران لأنه كان هناك فراغ ثم التمرد ولكن حقيقة أنه لا الولايات المتحدة ولا إيران تمكنت من وضع مرشحين تختارهم إحدى الدول هذا مؤشر على أن العراقيين يسيطرون على مصيرهم وهذا جيد للعراق وللمنطقة لا تريد من العراق أن تكون أدا في يد أمريكا أو إيران لكن المشهد العراقي الآن في أسوأ حالاته كما تذكر المقالة بأنه مشهد العراقي الآن في أسوأ أحواله هل ذلك بسبب فشل الولايات المتحدة وإيران في التأثير على هذا المشهد برأيك؟ أعتقد أن حقيقة أن إيران وأمريكا لم تستطيع الهيمنة الدولتين لم تستطيع الهيمنة كما كان الحال عندما تم اختيار المالك والإعبادي حقيقة الأمر أن هاتين الدولتين ليس لديهم النفوذ الذي تمتعت به في الماضي وفي رأيي هذا شيء جيد مرة أخرى لا تريد أن يكون هناك تصور بأن الحكومة العراقية هي أدا في يد الولايات المتحدة أو تسيطر عليها إيران طيب نكمل حوارنا بعد الفاصل لكن دعنا نذهب في فاصل حلقتنا مستمرة معكم تشاهدون بعد الفاصل المانيتر هل ستتحول قوات الحجد الشعبي إلى باسيج عراقي؟ اهلا بكم مجددا في بادرة توحي بنية الحجد الشعبي لتوسيع حضوره وازديار عدد كوادره في العراق أعلنت هيئة الحجد الشعبي مكتب البصرة في الثاني عشر من أيلول عن تشكيل قوات أطلق عليها اسم قوات التعبئة الاحتياطية الطوعية وفي الوقت نفسه يواجه هذا التوسع اعتراضات جمع من قبل جهات مختلفة في الساحة العراقية تتكون هذه القوة من عشرة ألوية كوجبة أولى بحسب بيان الحجد ويأتي تشكيل هذه القوة ردا على المظاهرات التي عمت البصرة في بداية الشهر الماضي والتي حرق المتظاهرون فيها مكاتب عدة تابعة إلى جهات في الحجد الشعبي القريبة من إيران فضلا عن القنصلية الإيرانية في المدينة الكاتب حمد ملك من صحيفة المانتر نشر الأحد الماضي تقريرا بهذا الخصوص تحت عنوان هل ستتحول قوات الحجد الشعبي إلى باسيج عراقي؟ ممارسات الحجد الشعبي الأمنية داخل المدن الجنوبية خصوصا في البصرة والتي تزامنت مع أخبار تشكيل قوات التعبئة خلقت ردود فعل سلبية من قبل نشطاء المجتمع المدني الذين يعارضون وجود المظاهر الإيرانية في المدينة منذ فترة خاصة أن تسمية التعبئة التي أطلقت على هذه القوات تعادل اسم البسيج بالفارسية والبسيج منظمة شبه عسكرية تابعة إلى الحرس الثوري الإيراني مستر كورب ما مدايات خطورة توسع ونفوذ الحجد الشعبي في العراق برأيك؟ أعتقد أن هذا خطير جدا ويظهر أن السلطات لم تتمكن من الحفاظ على سلامة السكان كانت هناك هجمات على القنصلية الأمريكية وعلى القنصلية الإيرانية وإذا لم تستطع الحكومة الجديدة جلب الأمن ستكون هناك مجموعات مثل الحشد الشعبي ومجموعات الاحتياط هي التي ستقوم بتوفير الأمن هذا ما يحتاجه الناس قبل أن يتحدثوا عن حقوق التصويق يجب أن يحصلوا على الأمن وإذا لم تتمكن الحكومة من توفير الأمن فهذه المجموعات ستتدخل كما أشار المقال هذا سيمنح إيران نفوذا في ذلك الجزء من البلاد نأمل أنه عندما تكون هناك حكومة جديدة ونحن على وشك أن نحصل على هذه الحكومة نأمل أن توفر الأمن وهذا سيقلل من الدعم لمجموعات مثل الحشد الشعبي أو الاحتياطي التطوعي طيب ما هي خيارات الحكومة الجديدة فيما يخص الحشد الشعبي كيف تحد من نفوذه ما يستطيعون عمله هو توفير الأمن ويمكن أن يمنع مجموعات مثل هذه من القيام بأعمال غير قانونية هذا ما يجب أن يفعلوه ولكن هذا لن يحدث فورا لأننا كنا بدون حكومة فاعلة منذ إجراء الانتخابات وهناك ثلاثين يوما إضافية لتشكيل الحكومة وهذا يعني حوالي ستة أشهر بدون أن يكون هناك مسؤول هذه هي المشكلة هذا هو الفراغ ثم هناك وحدات الحماية الشعبية التي تدخلت لأن بإمكانها توفير الحماية أو الأمن وهذا ما يريده الناس طب لكل شيء الأمن وإلى أن يكون هناك أمن لا يمكن أن يكون هناك أشياء أخرى وزير الداخلية الجديد يجب عليه أن يوفر أو أن ينتبه لموضوع البصرة لكن حتى لو توفر الأمن هنا فنخرج من موضوع توفير الأمن نأتي على موضوع الحشد نفسه موضوع الحشد الشعبي هناك مخاوف كبيرة وبالذات طبعا هذا الموضوع يتم تناوله بالرأي العام الأمريكي في الصحافة الأمريكية باستمرار أن الحشد الشعبي قوة تتغلغل في داخل العراق ويزداد نفوذها وهذا الحشد فيه كثير من المجاميع المسنودة من إيران لا يوجد أي شك أن المسألة تعود إلى أيام الإطاحة بصدام حسين كان هناك مجموعات بدر تحت قيادة الصدر أيضا كان يعمل مع إيران خلال التمرد خاصة في البصرة الإيرانيون كان دائما لهم نفوذ كبير إذن سيحدث هذا وعلينا أن نتعامل معه المسألة لن تحل بين ليلة وضحا هذه المجموعات لن تختفي كلية ولكن مع الوقت يمكن أن نخفف من تأثيرها كما فعلوا في أجزاء أخرى من البلاد طيب هناك من يقول ونرجع للحشد هناك من يقول يعني ما الضير في أن تتحول قوات الحجز الشعبي إلى شيء يشبه الباسيج الإيراني هذه قوات قاتلت داعش الإرهابي ودفعت الدماء من أجل العراق ما رأيك؟ أنت أثرت نقطة جيدة هم كانوا فاعلين جدا في محاربة مجموعات مثل داعش وكما ذكرت سابقا جاءوا مع الولايات المتحدة لإنقاذ العراق بعد وصول داعش واستيلائها على الموصل ووصلوا إلى حدود بغداد هم أي وحدات الحماية الشعبية لا يجب أن تسمح لإيران بالهيمنة على ما يحدث في البصرة هناك نموذج فيالق بدر أو مجموعات بدر القريبة من إيران ولكن في عهد الصدر تراجعت وابتعدت عن تأييد إيران طيب هنا دعني أعود إلى موضوع يعني الحشد اللي بيه مجموعات تابعة لإيران هل كيف من الممكن احتواء قوات هذه المجموعات احتواء قوات الحشد من قبل الدولة وأنا أقصد باحتواءها ليس فقط بأنه توفير الأمن وملأ هذا الفراغ لا ما الذي بالإمكان فعله لجعلها قوات غير مؤدية أعتقد أن ما عليك عمله لو فعلوا هذا يجب اتخاذ إجراءات ضدهم بمعنى إذا فعلوا شيء للترويج لمصلحة إيران على حساب الإيران فعلى الدولة أن تتحرك ضدهم ولكن هذا لن يكون سهلا كما ذكرت سابقا هناك فراغ استمر لأشهر عديدة بدون حكومة مسؤولة واتخذنا خطوات مؤخرا هناك رئيس كردي معتدل واختار العراقيون رئيس زراء جديد أيضا معتدل ولا تسيطر عليه إيران ونأمل أنه عندما يصل إلى مكتبه يستطيع التعامل مع هذه المجموعة ولكن أنت على حق هي لن تختفي يجب التعامل معهم ومنعهم من تنفيذ أجندة إيران بالمقارنة مع ما هو جيد للدولة العراقية طيب إذا كان العراق هو مكان لصراعات نفوذ وقوة الحشد ولديه قوة وجزء من الدولة الآن رسميا هو مسنود من قبل إيران ونفوذ إيران في العراق أين الولايات المتحدة ونفوذها في العراق النفوذ الأمريكي لدينا خمسة آلاف جندي هناك وقلنا أنه إذا لم تكن هناك حكومة نتعايش معها نستطيع إخراجهم لن نفعل هذا لأن رئيس الوزراء الجديد خدم في مجلس الوزراء من قبل وبصورة أساسية سنترك قواتنا هناك لدينا خمسة آلاف من العناصر العسكرية ولدينا الكثير من المدنيين في المنطقة الخضراء سوف نبقى هناك مستر لورنس كورب شكرا جزيلا على هذه الإضاحات شكرا جزيلا حضورك معنا في حلقة هذا الأسبوع شكرا لإستضافتي وهكذا نأتي إلى ختام حلقتنا هذا الأسبوع من برنامج الطبعة الأخيرة راسلونا على بريدنا الإلكتروني تحية طيبة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر